بعد صدمة أسعار النفط التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني أصبح من الضروري التوجه إلى موارد أخرى وهو ما تحدث عنه رئيس الجمهورية في لقائه مع الصحافة أمس الجمعة حيث أعلن عن التحضير لإطلاق مشاريع استغلال احتياطيات الثروات الباطنية التي تتمتع بها الجزائر ينبغي لي أن أثمن ما ورد في خطاب السيد الرئيس الجمهورية البارحة وأعتقد أن تركيز السيد الرئيس الجمهورية على تسمية موارد تصلف الآن في العديد من الأدبيات العالمية على أساس أنها موارد أول استراتيجية نتحدث على اليورانيوم نتحدث على الأطربة النادرة لأنها استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية والصناعات المستقبلية والصناعات الهامة ويتوقع مختصون أن عملية جرد مناطق هذه الاحتياطات من الثروات البطنية يتطلب على أقل تقدير ثلاث سنوات وبعدها إعداد دفتر شروط أنا بالنسبة لي ينبغي أن نتحدث في منظور ثلاث سنوات لأن أولا هناك الآن الجرد التقني من خلال الخرائط المتوفرة وأيضا كذلك ليس فقط الخرائط إنما ضرورة أنا أقول وهذه دعوة كذلك لمقرر السياسات العمومية على أحلى مستوى ضرورة استرجاع كفاءتنا الوطنية التي الآن أنها في التقاعد والعديد منها أنها تسرب من القطاع المنجمي بعدما توقف هذا القطاع للعديد من السنوات توجه الجزائر نحو استغلال الأطرب النادر والثروات المتعددة سيساهم حسب مختصين في تعويض العجل المتوقع في الحاجيات المحلية من النفط خلال السنوات القادمة